حكاية مسيرة جدا 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 والسبب فيها مين؟ محمد عبد المنعم السبب فيها مين؟ النادي الاهلي علي معلول بيرفع محمد عبد المنعم بيروسه في الجول الاهلي يهزم الوداد السنة اللي فاتت يفوز بدورة أبطال أفريقيا وبعد مسيرة رائعة جدا للوداد في السنوات الأخيرة في البطولة الأفريقية ولعنة هدف محمد عبد المنعم على نادي الوداد لعنة الدنيا طبعترت الدنيا متلغبطة جدا في الوداد والمفاجأة الكبرى المفاجأة الكبرى قبل ما اقول لك كل التفاصيل اللي حصلت بعد الجول ده الوداد خارج بطولات أفراقيا الموسم اللي جاي سواء دول الأبطال أو الكونفيدرالية الوداد مش موجود تعال اقول لك الوداد اللي بيحصل فيه من بعد الرأسية الرائعة جدا لمحمد عبد الملعب في ملعب محمد الخامس أولا كان فيه تغييرات كتير على مستوى الإدارة الفنية تعاقب المدربون على الفريق المغربي بعد رحيل سوفيان بندنبروك بعد اخسار الدول الأبطال أمام النادي الآلي وتم تعيين عاد الرمزي خلفا له ثم رحل عاد الرمزي لتولى فوز البنزارة المهمة خلفا له ثم رحل وتم التعاقب مع عزيز بن عسكر مدربا للفريق لغبطة كبيرة جدا في موسم واحد والسبب محمد عبد المانا على المستوى الأفريقي فريق الوداد ودع دور الأبطال في نسختها الأخيرة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف أسك والسيمبة على المستوى المحلي وفي الدوري هذا الموسم تلقى الفريق عشر هزائم ليحتل المركز السابع برصيد واحد وسبعين نقطة كما ودع الفريق كأس العرش المغربي من دور الاثنين وثلاثين بالخسارة من شباب السوالم الرياضي بهدف دون رد ليفقد الوداد بشكل رسمي فرصة المشاركة في أي بطولة قرية الموسم المقبل بالمناسبة عفواً واحد واربعين نقطة يعني هو دلوقتي في المركز السابع واحد واربعين نقطة على المستوى الإداري كان هناك رحيل لمجلس سعيد الناصري اللي يتم انتخاب عبد المجيد بردراكي رئيساً للنادي في تسعة وعشرين مارس الفين أربعة وعشرين وفي عهده خسر الفريق تم المباريات بالدوري المغربي السكوت مدوي السكوت مدوي للوداد للوداد غريبة بصراحة الوداد عامل مسيرة رائعة جداً كان منافس رئيسي للأهل في كل البطولات الأفريقية الماضية تراجع غريب جداً الوداد كان من أكتر الأندية في أفريقيا وفي الوطن العربي استقراراً تغييرات إدارية، تغييرات على مستوى أجهزة الفنية كذا مرة استغناء عن نجوم الفريق سكوت مدوي للوداد غريبة جداً على فجأة أنا من الناس اللي بتحب فريق الوداد جد بحب الوداد وبحب جماهير وبحب استقرار وبحب الأيوة وتطلع من الوداد فدأ لها تاريخ عظيم جد